بسم الله السلام عليكم مشرائكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن الحال اليوم جبت لكم مطلع بمقادر مضبوطة خصوص المبتدئات كامل ينجح لكم شوفوا هنا واش عندنا ثلث كيسان تعسمية الرقيق هذا الكاس الثاني وهذا الكاس الثالث 3 كيسان تعسمية الرقيق وزوج كيسان ونصف تلفارينة هذا الكاس اللو ول وهذا الكاس الثاني نضيف نضيف نوصف ثلث كيسان تجد سميد الرقيق، ثلث كيسان ونصف تلفارينة نضيف مغرف صغيرة منح مع مرمليح مغرف صغيرة منح مع مرمليح مغرف كبيرة السكر ومغرف كبيرة خميرة الخبز نضع الزج كيسان دفعة واحدة ثالثة نضع على الجهة الزج كيسان دفعه وتجد المبتدئه للجهة الزج كيسان يجمع من الفيديو سوف نزر برق تفكسته سوف تسجرها ثم ارتفع الاجينة يجب عليها تسجرها يجب عليها على ارسل الفيديو سوف تسجرها في اليه ثم نتلقها قليلا نضيفها ثلاث دقائق نضيفها في الكيس نضيفها في الكيس نضيف الخبز خبز نضيف الخبز 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 نحل فيها بالحلال نحل فيها بالحلال نحل رقيقة رقيقة كاين رقيقة كاين نضع سميد في الطرشنا ثم نضع لكي لا تسقل رقيقة كاين ونخبز في السميد ونخبز في الفارينة لكي لا تخرج نضع 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 خبز نضع رقيقة كاين نضع رقيقة كاين كي لا تقوم بخفاف نضع نضع رقيقة نضع نضع على قطع نضع 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 بعد نضع 20 دقيقة نضع 20 دقيقة نضع 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 ثم نضع 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 الخبز نضع الخبز لا يجب أن نضع الخبز نضعه قليلا نضعه قليلا لكي ينفخ الخبز لكي ينفخ الخبز قبل أن يضع قبل أن يضع دور الضباء سيضع الخبز سيضع الخبز سيضعه ولو تمتلك العظيم نضعه صوت دور الضباء نضع نضعه نضع حمره كل ما تقلبه يزيد انتفخ الخبز لا يكون السق في بعضها نضع الخبز اشتركوا في القناة كيف يفشل الخبز لأن الخبز لا ينتفخ معي ويأتي قاسح وليس خفيف سوف نقول لك السر شاهدوا هذا الخبز لا تنفخ لا تنفخ لا تنفخ لا تنفخ لا تنفخ تنفخ لا تنفخ لا تنفخ لا تنفخ وظيفة أبدا شاهدوا هذا هذا هو السر لا تنفخ هذا هو الخبز التعنام رأيكم كيف يفارغ معنا في الوسط نفتح لكم كيف يفارغ معنا في الوسط هذا هو السر كيف يفارغ معي الخبز هذا هو السر كيف يفارغ معي الخبز هذا هو السر كيف يفارغ معنا في الوسط نفتح لكم كيف يفارغ معنا في الوسط نفتح لكم كيف يفارغ معنا في الوسط هذا هو السر كيف يفارغ معنا في الوسط ترجمة نانسي قنقر